إذا حدثت جهازك، احتمال شغلك كل يتوقف يا هلو يا مرحبا معاكم هاشم العلوي من خلال هذا القناة راح أشارككم كل المعلومات اللي تساعدكم في الحصول على أعلى جودة ممكنة من الصوت في أعمالكم الفنية المختلفة وفي هذه الحلقة بنتعلم شلون نتفادى هذا الخطأ الشائع ونحدث الجهاز بالطريقة الصحيحة قبل أن نبتدي الحلقة، إذا كانت هذه أول مرة تزورنا فيها القناة لا تنسى تضغط زر اللايك وتشترك في القناة عشان توصل كل الفيديوهات اللي راح تساعدك في تطوير مهاراتك في الإنتاج الصوتي موضوع تحديث الجهاز هو موضوع مهم لعدة أسباب ونهني أتكلم عن تحديث نظام التشغيل أو الـ Operating System الخاص بالجهاز نفسه يعني تحديث الـ Windows أو Mac OS أو أي أنظمة تشغيل أخرى ما قعد كلام عن تحديث الجهاز نفسه عن طريق مثلاً زيارة ساعة الذاكرة أو ساعة التخزين تحديث نظام التشغيل جداً مهم لأنه راح يضمن لك أن جهازك منزل عليه أحدث السيكوريتي باتشز السيكوريتي باتشز هي عبارة عن تحديثات للنظام الأمني في الجهاز يعني كل كم من يوم الناس اللي تشتغل في هالشركات مثل شركة مايكروسوفت أو أبل تكتشف أشياء في النظام ممكن أنها تكون مضرة بجهازك واللي ممكن من خلالها أنها تسبب لك ثغرة أمنية في نظام التشغيل فالشركة تصلح هذه الثغرات الأمنية وتقوم بنشرها على خوادم التحديث اللي عندها واللي يكون جهازك متصل بها بشكل دائم فلما تطلع لك التنبيهات في الجهاز وتقول لك أن في نسخة جديدة من النظام لازم تنزلها وتثبتها على الجهاز اللي يصير هني أن جهازك كونه متصل بشكل دائم مع خوادم الشركة يعرف أن في نسخة جديدة من النظام ويطلب منك أنك تنزلها على الجهاز هذه التحديثات ممكن أيضا تقدم خدمة جديدة وتعزز من ثبات النظام بشكل عام وممكن أنها أيضا تشيل ملفات كانت موجودة سابقا وهني تصير المشكلة لما تنزل نسخة جديدة من البرنامج وتتغير بعض الملفات الموجودة واللي كانت تخلي البرامج اللي عندك تشتغل بدون أي مشاكل فجأة بتشوف شغلك كله توقف والبرامج اللي تعتمد عليها تقوم ما تشتغل البرامج الخاصة بتشغيل الموسيقى مثل برو تولز وكيو بيز وغيرها برامج جدا حساسة لأي تغيير يصير في جهازك هذا الشي يكون واضح لما تنزل نسخة كبيرة من نظام التشغيل أو اللي اسمها الميجر أبديت يعني مثل الانتقال من نظام ويندوز 8 إلى ويندوز 10 أو من نظام ماكو اس كاتالينا إلى ماكو اس بيكسر على سبيل المثال لهذا السبب الشركات المصممة لبرامج التسجيل عادة تنتظر إلى أن تنزل النسخة النهائية من نظام التشغيل وتقوم بعدها بإصدار نسخة البرنامج اللي تتوافق معه الإصدار الأخير من نظام التشغيل انظر شنو اللي راح يصير إذا حدثنا نظام التشغيل أو الـ Operating System بدون ما نحاسب لمدى توافق برنامج التسجيل مع هذه النسخة أولاً احتمال البرنامج ما يشتغل بالمرة والحل هو أنه لازم نتأكد من موقع الشركة المصممة لبرنامج التسجيل أن النظام بيشتغل على النسخة اللي عندك أو لا شلون نتأكد؟ ناخد نظام Pro Tools على سبيل المثال لازم نروح على هذه الصفحة اللي من خلالها نتأكد أن النسخة التجارية أو اللي منشورة بشكل رسمي هي بالفعل متوافقة مع نسخة النظام اللي حابين نسويه لـ Update ثانياً احتمال أن الجهاز ما يتعرف على كرت الصوت اللي موصل هذه المشكلة تصير لأن الدرايفر الخاص بكرت الصوت غير متوافق مع نظام التشغيل الدرايفر هو عبارة عن ملف صغير فيه معلومات عن كافية الاتصال بكرت الصوت حل هذه المشكلة جداً بسيط كل اللي عليك تسويه أنك قبل ما تسوي Update تروح على موقع شركة كرت الصوت مثلاً شركة Focusrite وتدور في صفحة السابورت على الدرايفر الخاص بكرت الصوت اللي عندك ونسخة نظام التشغيل اللي ناوي تستخدمها وتنزل هذا الملف وتثبت على الجهاز ثالثاً توقف عمل بعض الـ Plugins هذا الشيء اللي أحضناه بشكل واضح في نقلة نظام تشغيل Mac OS من نسخة اللي هي المهافي إلى الكاتالينا واللي سببت في توقف الـ Plugins اللي تشتغل بتقنية 32-bit فإذا كنت تستخدم Plugins قديمة احتمال كبير جداً أنه ما رح تشتغل بالمرة إذا سويت Update الحلو في الموضوع أن أغلب شركات الـ Plugins حولت برامجها من تقنية 32 إلى 64-bit فتأكد قبل لا تسوي Update أن الشركة المصممة للـ Plugins اللي تستخدمهم حولت برامجها بأنها تكون متوافقة مع تقنيات 64-bit والنقطة الرابعة والأخيرة هي أن مع كل تحديث لنظام التشغيل متطلبات تشغيلها تزيد يعني احتمال كبير أن النظام رح يطلب معالج أقوى ذاكرة أكثر سعة أكبر عساس أنه هو يشتغل بشكل سلس فإذا كان جهاز القديم شوية احتمال تلاحظ بعد التحديث أن الجهاز صار شوية بطيء ويأخذ وقت أطول في تشغيل البرامج المختلفة وهذا الشي رح يبين أكثر ويسبب لنا إزعاج خاصة أنه إحنا شغالين على برامج تسجيل صوت واللي تطلب قوة في أداء الجهاز وأي بطء يصير في الجهاز رح يسبب لنا بطء في عملية التسجيل وتسبب لنا شيء اسمه ليتنصي في عملية تحويل الصوت من وإلى الجهاز فخلوا هذه النقطة في بالكم قبل اتخاذ أي قرار تحديث لنظام التشغيل في جهازكم وفي ختام هذه الحلقة بخلي روابط في تفاصيل هذا الفيديو لمواقع بتساعدكم في معرفة مدى توافق النسخة اللي حابين تحدثون الجهاز لها مع البرامج اللي تستخدمونها عندنا موقع اسمه سويتواتر فيه مقال محدث بشكل يومي تقريبا ورح يساعدك في اتخاذ قرار ترقية الجهاز بالشكل الصحيح أتمنى لكم كل التوفيق وشوفكم إن شاء الله في الحلقة القادمة اشتركوا في القناة